اشهد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ قيم التسامح والتأخي الإنساني والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات ونبذ التطرف والكرهية وأكد سعادة وزير الخارجية في تصريح بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في نشر ثقافة السلام والتسامح ونبذ الدعوات المثيرة للكراهية أو المحرضة على التمييز أو العداوة أو العنف وأعرب عن فخره واعتزازه بتمييز مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء كأنموذج حضاري في تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء دولة العدالة والقانون والمؤسسات وأشار إلى حرص مملكة البحرين على نشر ثقافة التسامح والسلام واحترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز الحريات المسؤولة في جميع وسائل الأعلام والاتصال وتكريس سيادة القانون في تجريم خطاب الكراهية أو التعصب على أساس الدين أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل أو الجنس وأكد تميز مملكة البحرين كأنموذج عالمي في التعايش بين الأجناس والأعراق وضمان حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الإتجار بالبشر بشهادة المنظمات الدولية وأشهد سعادة وزير الخارجية بالمبادرات الملكية السامية بتدشين أعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز التسامح والحريات الدينية وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد لدراسة الحوار والسلام والتعايش بين الأديان في جامعة سابينزا لإيطالية وتوقيع اتفاق مبادئ إبراهيم وأكد أن الرؤية الملكية للتسامح والسلام بمبادئها وقيمها الإنسانية الراقية تمثل حصنا منيعا لحماية البشرية من آفات الكراهية والحروب والنزاعات في إطار حرص جلالة الملك المعظم على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وأكد الزياني أن مملكة البحرين وهي تشارك العالم احتفاءه باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية لتؤكد تمسكها بقيامها الإنسانية وثوابتها الدستورية والتاريخية في ترسيخ روح المواطنة والتسامح والاعتدال إيمانا بأهمية قيم التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك بين الأمم والشعوب وارتباطها باحترام حقوق الإنسان في عالم تسوده العدالة والسلام والمحبة والرخاء ترجمة نانسي قنقر